أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الخارجية اجتماع اللجنة التوجهية المشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة بحضور سعادة السيد خالد عبدالسلام المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين ومثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وإحدى وعشرين منظمة ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وجرى خلال الاجتماع استعراض أفاق التعاون والشراكة بين الجانبين تفعيلا لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة 2021-2024 ومتابعة مستجدات التعاون في تعزيز أليات مكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع التعليم المبكر وزراعة أشجار القرن ضمن التزامات المملكة بتحقيق الحياة الكربوني بحلول 2060 وغيرها من البرامج والمبادرات التنموية ترجمة نانسي قنقر